تونس أثناء الحرب العالمية الثانية الدرس هذا فيه ثلاثة عناصر أول عنصر تأثيرات الحرب في المجتمع التونسي مش نحكو على حاجتي الحاجة الأولى هي حملة تونس ومضاعفاتها ومنتائجها على السكان البلاد التونسية بطبيعة كانت مصرح للمعارك بين الحلفاء والمحور من أواخر ألف وتسعمائة واثنين واربعين حتى نصف ألف وتسعمائة وثلاثة واربعين والشي هذا ينتج عليه برش حوائج كما تتأدمير عدد كبير يرسي من الديار والمباني والموانئ والجسور والطرقات وغيرها تأشريد ما لا يقل عن المئة وعشرين ألف شخص معاناة التونسة في وسط الحرب من مشكلة التموين والتزود بالمواد الأساسية ولجوء المحتل لأنه قصت المواد الأساسية كما السكر والفارينة والسميد برشة مزروعات كما الجمح والشغير والشغير والتماطم وغيرها تم أتلافها وفزدوها بقصف بطبيعة وتتراجع بالتالي لإنتاج الفلاحي والصناعي بس في عامة المستوى المعيشة تضاها هور أعظم من تون ثانية حاجة التصالد الأحد اللي تعمل في فرنسا التصالد الاحتلالي الاستعماري كثفت فرنسا في وسط فترة الحرب من عمليات التهجنيد بتاع التونسة وعملت على أنهم يسخروا عددها من سكان تونس والبلاد بش يخدموا في الحقول والحظاير والمصانع الفرنسوية مكرهين كما ضيقت السلطات الفرنسوية الخناق على النشاط السياسي وتفنت في قمع التونسة والتنكيل بهم وبلغت عملية التصالد الاحتلال هذه الأوجب تاعها وقت استأرجع الفرنسيس للسيطرة على البلاد التونسية والألمان بش تتهم سلط الاحتلال عددها من التونسة أنهم قاعدين يتعاونوا مع قوات المحور فدخلتها من المحتشادات والسجون دخلت قرابة عشر الاف شخص العنصر الثاني في الدرس هذي هو المعطيات السياسية الجديدة أشعرنا جديد في السياسة حتومة مش نحكو على حاجتي الأول حاجة لولا انكسار هيبة فرنسا المزيفة قدت بطبيعة هزيمة فرنسا واخسارتها في بدايات الحرب العالمية الثانية قدام الجيوش الألمانية الانقسام الرأي العام الفرنساوي بين جماعة موالين الحكومة الويشي المتعاونة مع الألمان وموالين الحكومة الديجول ان يواصلوا زعم زعم الكفاح ضد المحور الشيء اللي خلى لو أفقد فرنسا الوحدة متاعها والإشراع الدولي والهيبتها على البلايز المحتلتها وقت كانوا الألمان الموجودين في تونس تم الإفراج على المعتقلين السياسيين من قبل الألمان كما اضطرت السلطات متاع الاحتلال تحت ضغط الحلفاء خاصة أمريكا انها تتراجع على سياسة التشافي والانتقام من أهالي الدول المحتلة وانهم يصمحوا بشوية حريات واغلاق الوحدة الشعديات والسجون في خريف الف وتسعمائة تلسة واربين الحاجة الثانية هي المنصف باي والمصارحة متاعه بين العرش والشعب المنصف باي وكما يقولوا له فيه قبل وكما فيه برنافوه سيد جامر سيدي محروش سيدي منصف باي العرش وصل للعرش في جوان الف وتسعمائة واثنين واربعين تعرف بالوطنية متاعه وبالاخلاص متاعه وبالتواضعة متاعه اه منع العايدة متاع تاقبيل اليد لعايدة الظل اه بادر المنصف باي يزاده وقت دوب ما وصل للعرش تونس انه يتخذ شوية أسلحات اهمها انه يعمل مجلس الشوراء مجلس النواب معناه بشيبت ويشوف القوانين اللي تعرضها عليه الادارة الفرنسوية ابدأ الباي بتبيع التعاطف مع تساترة وطالب انه يخرجوها ويفرجوا عليها من الحبس ارسل للباي زاده في قوت الف وتسعمية واثنين واربعين مذكرة للحكومة الفرنسوية ضمن فيها جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعيين شكل الباي زاده منصف سيدي منصف باي في جام في الف وتسعمية واثنين واربعين وزارة وطنية برئاسة محمد شنيق وشارك فيها برشة شخصيات من حزب جديد كما صالح فرحات خدم الباي هدايا بحرص على انه يثبت السيادة التونسية ولزم الحياد ووقت الحرب بين المحور والحلفاء رغم كل الاغراءات من الجهتين كان بالحق مثال يقتدي به الحكام التوانسة للحكام التوانسة فاكتبت بيها بشك تسبش شعبية كبيرة اثارت مخاوف السلطات الاحتلال فامروا بعزلوا عن العرش في 19 مايه 1943 والتنفاق لفرنسا وين توفى غادي ثالث حاجة هي الحركة الوطنية اثناء في وسط الحرب العالمية الثانية اول حاجة انتعاشت العمل الوطني بعد القمع اللي تعرضت له الحركات الوطنية بعد احداث افريل 1938 تخلل النشاط السياسي طور السرية والتركز اساسا حول المطالبة انهم يطلقوا صراحة المعتقلين ويعملوا شوية اعمال تخريبية ضد المصالح الفرنسوية كما تعاقبت على قيادة الدواوين برشة شخصيات سياسية بحكم عمليات الاعتقال اللي تعرض لها برشة من قادة الحزب وقت وصل المنصف بال العرش ودخول القوات المحور الالمانية الاراضي التونسية واطلاق صراحة المنظلين المعتقلين في تونس خرج العمل السياسي من الطور السري للطور العلني فنشطط هنا الحركة الوطنية وتأسط برشة جمعيات كما الشاباب تونس والهلال الاحمر التونسي وخرجت برشة جرايد وصحف وطنية كما افريقيا والفاتيات ورغم ان سياق برشة من التونسة غراء الدعاية والبروباقاندا والاغراءات الالمانية لانه طالب زعماء الحركة الوطنية كما الثالبي وغيرهم طالبوا اه الوقوف مع الحلفاء في حربهم ضد النازية وحذروا من وعود الكاذبة للقوات المحولة ثانية حاجة التكتل وتركز القوى الوطنية المنصف باي ولا رمز للسيادة بفضل المواقف الوطنية متاعوا والتف حولوا وجاب معاهم برشة وطنيين من الحزب القديم وجديد على حادث سوائم فمش فرق اجمع التونسة على انهم يطالبوا بعودة المنصف باي للعرش بعد ما تم خلعوا ونفيوا من طرف الفرانسيس وما اعترفوش بالباقي جديد وشكلوا حركة نيضالية عرفت وتسمت بالمنصفية جمعت وراها كل القوى والطائرات السياسية في البلد بروز تكتل القوى الوطنية من خلال عدة وقاعة واحداث اهمها مساندة الجميع الوطنيين للاضربات مدرسي اه ومعالمي وسادة جامع الزيتونة بين الف وتسعمائة وتسعمائة واربعين الف وتسعمائة واربعين كذلك من خلال مساهمة جميع الاطراف والطائرات السياسية في مظهار ثمانيمائة الف وتسعمائة وخمسة واربعين اللي انتظمت احتفالا بانتصار الحلفاء في الحرب. اه الحركة المنصفية مهدت التكتل القوى الوطنية والاعلان عن قيام الجبهة الوطنية التونسية في اثنين وعارسين فيفري الف وتسعمائة واربعين اتفقت الجبهة عذيع المي طالبه بالاستقلال الذاتي واقامة نظام ملكي الاسطوري وبالتالي اتجذرت المطالبة التونسية ومهدت انعقاد مؤتمر ديلة القدر في تلاثة وعشرين اوت الف وتسعمائة واربعين لاجمع فيه الوطنيين الاول مرة على انهم يطالبوا بالاستقلال الاستقلال التام.